بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الثاني في مادة أرياضيات لسلاميذ السناء الثانية إذن لدينا النموذج الأول رتب الأعداد الآتية تصعديا هذا فيما خص التمرين الأول لدينا هنا الأعداد 326 632 36 423 ولدينا 432 مطلوب مني هنا الترتيب تصاعديا تصاعديا يعني من الأسغر إلى الأكبر نلاحظ هنا الأعداد الأول لدينا وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات وهنا لدينا وحدات عشرات فقط وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات إذن أصغر عدد وهو 66 لماذا أصغر عدد وهو 66 في هذا العدد هل لدينا مئات؟ لا لدينا فقط عشرات ووحدات وفي هذه الأعداد لدينا مئات إذن أصغر عدد وهو 66 أو 66 عفوا هكذا هنا لدينا 66 انتهينا من هذا العدد بعد العدد الثاني ماذا لدينا؟ نحدد رقم المئات في كل عدد لدينا هنا 4 لدينا 4 رقم المئات لدينا 6 رقم المئات وهنا 3 أصغر رقم فيما يخص رقم المئات 3 أم 6 أم 4 أم 4 أصغر رقم وهو 3 إذن لدينا 326 وهو الأصغر بعد 66 ثم بعد هذا العدد أقوم بوضع علامة في هكذا ثم لدينا 432, 423, 603, 323 نلاحظ هنا رقم المئات 4, 4 وهنا 4 وهنا 6 نقارن بين هذا العدد وهذا العدد لدينا 4 يساوي 4 نشوفوا مع بعض رقم العشرات هنا لدينا 3 وهنا 2 2 أصغر من 3 يصبح العدد 423 وهو الأصغر أقوم بكتابته لدينا 423 بعد هذا العدد ماذا لدينا؟ لدينا 432 لدينا التمرين الثاني قال لنا أحصر كل عدد بين 200 متتاليتين لدينا 362 ولدينا 407 نحدد أولا رقم المئات هنا رقم المئات 3 نكتب هنا 3 أو قبل هذا نحدد رقم المئات هنا فيما يخص رقم الوحدات ورقم العشرات في هذه الجهة يصبح لدينا 0 وفي هذه الجهة رقم الوحدات 0 ورقم العشرات 0 رقم المئات هو الذي يتغير هنا 3 يبقى كما هو 3 زائد 1 في هذه الجهة أقول 3 زائد 1 3 زائد 1 يساوي كم؟ 4 لدينا هنا 407 ما هو رقم المئات وهو 4؟ رقم المئات 4 رقم الوحدات والعشرات هنا لدينا أكتب 0 وهنا أيضا 0 بالنسبة لرقم المئات هنا هنا 4 أكتب 4 هنا في هذه الجهة نفصل هكذا وهنا 4 زائد 1 4 زائد 1 لدينا كم؟ 4 زائد 1 5 إذن هذا العدد 407 معصور بين 200 متتاليتين 400 و 500 متتاليتين يعني لدينا 400 المئة التي جاءت مباشرة بعد 400 وهي 500 تهرق مئاته ولدينا عدد عشراته العدد الأول 357 هنا لدينا وحدات عشرات مئات رقم الوحدات في العدد 357 357 وحدات رقم وهو 7 رقم العشرات خمسة رقم المئات ثلاثة وهنا لدينا عدد عشراته وهو 35 عندما يقول لي عدد عشراته هنا رقم العشرات أحدد رقم العشرات هنا أضع خط هكذا وأأخذ الأرقام التي بعد العشرات أأخذ رقم العشرات والأرقام اللي جاية بعد رقم العشرات أقل من العشرات لا أأخذها لدينا هنا وحدات عشرات مئات رقم الوحدات وهو 2 رقم العشرات 6 رقم المئات وهو 4 عدد عشرات هذا العدد ما هو عدد العشرات هنا لاحظوا معي هنا ماذا لدينا؟ لدينا وحدات لدينا عشرات لدينا مئات رقم العشرات وهو 6 أرسم خط هكذا وأأخذ الأرقام أأخذ 6 4 إذن عدد العشرات يعني في هذا العدد أشحل عندي من عشر كاملة عندي 46 إذن لدينا له أربعة أضلاع متقايسة وله أربع زوايا قائمة ما هو؟ أو ماذا أكتب هنا؟ شكل عنده أربع أضلاع متقايسة وأربع زوايا قائمة تعرفنا على الأشكال المستوية لدينا الأشكال المستوية هنا لدينا مستطيل تعرفنا على المضال المربع تعرفنا على المثلث إذن الوصف المناسب لهذا الكلام وهو المثلث المربع إذن المربع لدينا له أربعة أضلاع متقايسة وكم من زوايا قائمة أيضا أربعة إذن هذا فيما يخص الوضعية الإدماج أو التمرين الرابع لدينا الآن الوضعية الإدماجية إذن لدينا الآن الوضعية الإدماجية يملك أحمد 355 دينار وتملك لبنى 225 دينار أولا ما هو المبلغ الذي يملكه أحمد ولبنى معا ثانيا هل يكفي المبلغ الذي يملكه أحمد ولبنى لشراء لعبة ب500 دينار قال لنا عن أولا يقوم بقراءة ما جاء في الوضعية أو يستمع إلى المعلم هنا عند قراءة الوضعية ثانيا تحديد المعضيات تحديد السؤال لدينا هنا أحمد يملك مبلغ 355 لدينا لبنى أيضا تملك مبلغ 225 قال لنا أولا هنا لدينا علامة استفهام يعني سؤال مطلوب مني الإجابة عن هذا السؤال ما هو المبلغ الذي يملكه أحمد ولبنى ولبنى معا إذن هنا لدينا معا هنا لدينا كلمة مفتاحية يعني أضع عملية جمع جيد أجمع ماذا مع ماذا لدينا ثلاثمائة وخمسة وخمسون أضيف لها مئتان وخمسة وعشرون لدينا ثلاثمائة وخمسة وخمسون زائد مئتان وخمسة وعشرون لدينا خمسة زائد خمسة يساوي عشرة نكتب سفر وأحتفظ بالواحد ثم لدينا هنا لدينا الجمع بالاحتفاظ لدينا واحد زائد خمسة زائد اثنان ويساوي ثمانية ثم لدينا ثلاثة زائد اثنان ويساوي خمسة في هذا الطرف أقوم بكتابة العملية هنا أفقياً ثلاثمائة وخمسة وخمسون زائد مئتان وخمسة وعشرون لأقوم بتغيير أي رقم هنا يساوي خمسمائة وثمانون نجيب عن السؤال المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى لدينا معاً هنا معاً كما قلنا لدينا عملية جامع وهو خمسمائة وثمانون إذن هذا فيما يخص السؤال الأول أجبنا عن السؤال الأول لدينا السؤال الثاني قال لنا هل يكفي المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى؟ هنا قال لنا هل يكفي المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى؟ أحمد ولبنى هنا المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى معاً كم وجدنا؟ وجدنا خمسمائة وثمانون قال لشراء لعبة بخمسمائة دينار يكفي أمنا؟ إذا وجدنا سؤال هكذا دائما هنا نقوم بالمقارنة بين ماذا وماذا المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى مع المبلغ أو هنا ثمن شراء اللعبة يعني هنا أقارن إذا وجدت أكبر المبلغ الذي يملك أحمد ولبنى أكبر من المبلغ هنا ثمن شراء اللعبة هنا يعني أقول يكفي إذا كان هنا أقل أقول لا يكفي إذن هنا لدينا مقارنة خمسمائة وثمانون لدينا خمسمائة هل هي أكبر أم أصغر هنا لدينا رقم المئات خمسة خمسة نشوف رقم العشرات هنا لدينا ثمانية وهنا السفر إذن هنا خمسمائة وثمانون أكبر من خمسمائة أقول هنا نعم المبلغ يكفي لشراء اللعبة هنا هل المبلغ يكفي دائما أقارن إذن هذا فيما يخص اختبار الفصل الثاني في مادة أرياضيات لتلميذ السنة الثانية ابتدائي دائما التلميذ يجب عليه أن يتدرب على حل الوضعيات الإدماجية يعني دائما مش يقرح هكذا الوضعية ويقول لا صعب لا أستطيع حل الوضعية كيف سأضع الإجابة لا دائما ورقة وقلم يبدأ بالحساب معلش محاولة تكون في المرة الأولى خاطئة في المرة الثانية خاطئة في المرة الثالثة إن شاء الله وبإذن الله ستكون صحيحة إذن إلى هنا تكون خلاص معنا حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته